أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم وأشار رئيس الوزراء خلال ترأس اجتماع لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم إلى أن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة المنظومة كما تم تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية بهدف وضع معايير لمعادلة استحقق الدعم ووضع آليات التنفيذ الخاصة بتقنية المنظومة الحالية من الأسر غير المستحقة وأشدد مدبولي على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة مضيفا أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه ليصل الدعم إلى مستحقه